اشتركوا في القناة ويعد تحولا جوهريا في نظام التعليم العالمي يمكن هذا النمط من الطلبة في مختلف أنحاء العالم من التعلم والوصول إلى الموارد التعليمية وإجراء التجارب التي يمكن أن يستفيدوا منها طبعا دون الحاجة إلى التواجد الفيزيائي في الفصول لهذا يسمى بـ Remote Learning ومع ذلك يواجه حقيقة التعليم عن بعد مجموعة من التحديات التي على النخب العلمية أن تعمل على رصد ترصد هذه التحديات وتحاول إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لهذه التحديات ضمن هذه التحديات لدينا شيء يسمى بالفجوة التكنولوجية وهو الوصول غير المتكافئ إلى التكنولوجيا والإنترنت لكل الأفراد لكل الطلبة حول العالم مما يعيق قدرتهم على المشاركة بفعالية في التعليم عن بعد أيضا ضمن التحديات التفاعل الاجتماعي والتحفيز يفتقر حقيقة التعليم عن بعد إلى التفاعل الاجتماعي المباشر كذلك يؤثر على تحفيز الطلبة وقدرتهم على التعلم بشكل فعال ضمن التحديات أيضا ضمان الجودة وتقييم الأداء يعني يجب تحديد معايير جودة التعليم وتقييم أداء الطلبة بشكل عادل ودقيق يمثل تحديا حقيقة كبيرا في التعليم عن بعد وهذا ما واجهناه جميعنا في أيام كوفيد 19 أثناء هذه الجائحة التي استدعت واسترعت أن نتحول إلى التعليم عن بعد وموضوع التقييم وموضوع الفجوات التقنية في ناس كان عندهم أجهزة وعندهم انترنت جيد وفي ناس آخرين كانوا يفتقرون إلى التقنية ويفتقرون إلى الأجهزة اللوحية ويفتقرون إلى التحفيز لهذا أصبحت هناك ردة فعل حاليا من موضوع التعليم عن بعد بحاجة إلى مجموعة من الدراسات المعمقة لإيجاد مجموعة من الحلول لهذه التحديات في التعليم عن بعد طبعا حتى نفكر بشكل جماعي كيف نحل هذه المشاكل نحتاج إلى تحسين البنية التحتية توفير أجهزة رقمية ضمان الوصول إلى الإنترنت للطلبة وكذلك للمعلمين يعد من الأمور الأساسية لتقريص الفجوة التكنولوجية تسمى بالتكنولوجي غاب أو تكنيكال غاب وتعزيز الوصول العادل إلى التعليم أيضا ضمن الحلول هو تعزيز التفاعل الاجتماعي والدعم النفسي من خلال استخدام منصات التواصل وكذلك التعلم الإلكتروني التي تتيح المزيد من التفاعلات الاجتماعية والأنشطة الجماعية طبعا كما يقال يمكن أن يحسن من التحفيز والشعور بالانتماء لدى الطالب الطالب يشعر بالتحفيز والتواصل الاجتماعي والانتماء في الصف أكثر منه في المنصات الرقمية أو عبر تطبيقات مثل الزوم والجوجل ميت وهكذا أيضا ضمن الأمور التي يجب العمل عليها هو تطوير أساليب تقييم مبتكرة يعني استخدام الأساليب القديمة في التقييم ووضوع الامتحانات والكوزز أصبحت الآن غير مجدية وغير فعالة يمكن استخدام مثلا التعليم القائمة على المشاريع project based learning مثلا أيضا ضمن الأمور الهامة للمصلح في هذا المجال تدريب المعلمين تدريب المدربين توفير التدريب المستمر والدعم للمعلمين على استخدام التكنولوجيا الآن نحن نتحدث عن تقنيات يمكن تعلمها ونستخدمها مثل الزوم والجوجل ميت ولكن في المستقبل سيكون هناك أجهزة وتقنيات مثل metaverse الأستاذ أو المعلم قد لا يفقه هذه التقنيات فيجب العمل على تدريب المعلمين وإيجاد أفضل ممارسات في التعليم عن طريق تعزيز القدرات لتقديم طبعا تعليم فعال وملهم طبعا توجد العشرات لم تكن المئات من المنصات الرقمية التي تتيح للطالب والمتعلم أن يعني يتعلم عن طريق الإنترنت واحدة من هذه مثل course era مشهور منصة مشهورة للتعليم edX مثلا منصة أخرى منصة Udemy Udemy ما شاء الله فيها أكثر من 130 ألف دورة تدريبية في مجالات متنوعة أنا على صعيد الشخصي تعلمت الكثير في موضوع تقنية المعلومات والأعمال وكذلك الفنون والنصات الرقمية عن طريق منصة Udemy كذلك منصة اسمها Khan Academy مؤسسة شخص اسمه خان وتم الحصول على تمويل لها ودعم من شركة مايكروسوفت أيضا تعتبر من المنصات التي يمكن استفادة منها في موضوع التعليم عن بعد لدينا منصة أيضا كان سابقا اسمها lynda.com استحوذت عليها شركة لينكتين فأصبح اسمها لينكتين ليرنينج أيضا تعتبر رائعة وجميلة فيها اشتراك مدفوع ولكن يمكن الشخص أن يطور نفسه عن طريق هذه المنصات منصة اسمها Future Learn تدار من قبل مجموعة من المؤسسات التعليمية والثقافية حول العالم تركز على التعلم الاجتماعي والتفاعل بين المتعلمين ضمن هذه المنصات منصة اسمها Plural Sites وهي منصة مشهورة في موضوع التقنية وتطوير البرمجيات وحتى الرسومات وإدارة الشبكات أيضا منصة اسمها Skillshare هذه منصة جميلة تعمل على مشاركة المهارة أن كل شخص لديه مهارة معينة في مجال معين في الطهي في الطبخ في التصوير في التصميم فيمكن طبعا هذه المهارات وهذه التجارب أن تطرح وتدرس عن طريق هذه المنصة منصة Skillshare طبعا على الصعيد العربي توجد أيضا منصات عربية جميلة تستحق الإشادة هنا مثل منصة إدراك في الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية أيضا منصة اسمها مدرسة في الإمارات العربية المتحدة في منصة اسمها عين في المملكة العربية السعودية في منصة اسمها تبادل من لبنان منصة تعليمية أيضا تقدم دورات تدريبية أيضا منصة أبصر للتعليم الإلكتروني باللغة العربية منصة تأسست في ماليزيا وتضم حقيقة عديد من الدورات والمحاضرات والمخيمات وفي أيضا منصة جديدة واعدة اسمها منصة أبصر فيزر هذه متخصصة في المخيمات الافتراضية الرقمية بحيث تكون المخرجات واضحة يدخل الطالب ويحضر هذا المخيم لتعلم مهارات محددة ونفرض مثلا مخيم تأليف الكتاب فيدخل الطالب أو المتدرب ويشتغل على منهجية اسمها منهجية مصاحبة المتعلم أن الأستاذ أو المحاضر يبقى لوقت أطول مع المتعلم حتى ينقل له المهارة ويعني يضمن تنفيذ هذه المهارة بشكل نهائي واحدة من المخيمات مخيم ريالة الأعمال الرقمية في عصر التحول الرقمي مخيم آخر مثلا لديهم في موضوع التأليف في مخيم آخر في موضوع تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية فهذه منصة أبصر وفايزر للمخيمات الرقمية طبعا في الختام نقول أن التعليم عن بعد يوفر فرصا هائلة لتوسيع نطاق التعليم وجعله أكثر مرونة وشمولية طبعا وهذا كله يتطلب التغلب على التحديات التي ذكرناها سابقا ويسترعي التعاون بين الأطراف الحكومية والمؤسساتية والتعليمية وحتى القطاع الخاص والمجتمعات لتطوير حلول مبتكرة وفاعلة طبعا نقول أن الاستثمار في التكنولوجيا كذلك تعزيز التفاعل الاجتماعي وتطوير طرق تقييم جيدة ومرنة وشفافة سيمكن التعليم عن بعد أن يحقق إمكانيات هائلة وكبيرة في المستقبل القريب ويعتبر كوسيلة حيوية للتعليم في القرن الواحد والعشرين نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة